نروح لحالة الحقيقة غريبة جداً لأسرة كندية والناس كتير قوي سابعت عنها وتبعتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسرة كندية أبه أمه أربع أطفال الأب والأم اكتشفوا إصابة تلاتة من ولادهم أطفال صغرين زي بحركم كده شايفين في الصورة يعني تلات أطفال من الأربعة عندهم مرض نادر وخطير في نفس الوقت في العين مرجيني بيسمى بالتهاب الشبكية السباغي بيؤدي إلى فقدان البصر مع مرور الوقت فالأسرة الكندية زي ما أحركم كده شايفين قرروا أنهم يوروا لدهم العالم يفرجوهم على العالم لأن احتمالية فقدانهم للبصر للأسف كبيرة تلاتة من الولاد اللي زي الأمر لقدام حضراتكم فقرروا أنهم يلفوا بيهم يفسحوهم يوروهم العالم مش عارفين إمتى هيبتدوا يفقدوا البصر وده تصرف الحية أبوي عظيم جدا والله يكون فعون أبوه بموم الحية هنا قيم الإنسانية الحية لما لوحد يتخيل موقف زي ده فبيكون مشفق وجنب الشفقة السؤال إيه هذا النوع من الأمراض اللي ممكن بهذا الشكل يؤدي إلى أن التلات إخوات يفقدوا بصرهم هما لسه أطفال بهذه الطريقة برحب الأساس دكتور محمد صلاح الدين زعتر أستاذ طب العيون رئيسات المستشفيات والمعايد التعليمية السابق دكتور محمد مساء الخير أهلا بحضرتك مساء النور يا فن أهلا مساء للمحضرتك أهلا بحضرتك دكتور محمد هل حركتها باعت الحالة بتاعت الأسرة الكندية دي؟ آه يعني الحياة تبعتها وطبعا هي حاجة مأساوية تبعتها طبعا دي حالة ندرة ولا بتشوفوها؟ آه إحنا بس أذين نوضح آه بفضل لا طبعا موجودة في مصر يعني لا مش ندرة بالمعنى للناس متخيلها لا موجودة في مصر عندنا حالات يعني بنشوفها باستمرار يمكن علشان أقرب الصورة للمشاهد هو ده المرض اللي احنا بنسميه في العامة للناس العادية العاشة الليل وده يمكن هيقرب الصورة للناس أكتر ده العاشة الليل بنسمع عنه كتير يعني الاسم آه هو ده العاشة الليل لكن هو تعبير الطبي بتاعه مرض اسمه ريتنايتس بيجبنتوزا هو اسمه الترجمة الطبية اسمه التهاب الشبك التلوني أو الصبغي المرض ده بيصيب مستقبلات الضوء في الشبكية مستقبلات الضوء في منها نوعين نوع بيبقى للرؤية الليلية ونوع للرؤية النهارية أو في الإضاءة المرض ده بيصيب المستقبلات الخلايا اللي بتستقبل الضوء بيأثر الأول على الخلايا اللي بتستقبل الضوء بالليل اللي هي الرؤية الليلية فعشان كده بيسبب الأول العاشة الليلي ثم بعد كده بيسبب ضعف النظر وقوة الإبصار ورؤية الألوان لأنه بيصيب النوع التاني من الخلايا اللي هو بيشوف في النهار أو في الإضاءة يمكن حضرتك نبية الحاجة مهمة جدا ان حضرتك نبية الحاجة مهمة انه كذا طفل في الاسرة اصابوا المرض عايزين بس نقول حاجة المرض ده بينتقل عن طريق الجينات وراسي بس ليك تلات انواع من الانتقال يا اما انه هو يكون كلنا عارفين ان الانتقال الجيني بينتقل عن طريق انه يبقى جين سائد او جين متنحي او جين المرتبط بتحديد الجنس ادي التلات انواع لكل انتقال من النوع ده في حالات التهاب الشبكي التلوني بيبقى السيفيرتي او شدة المرض بتختلف فالواضح ان الاطفال دول جالهم النوع السيفير او الاجرسيف او النوع العنيف اللي بينتقل تبع نوع معين من الوراثة فعشان كده بس انا بوجه يعني في كلامي الرسالة طمأنينة لان احنا عندنا حالات بنشوفها كتير في مصر انه مش كل الناس بيحصل لها كده ده نوع نادر بييجي وينتقل بطريقة وراثية معينة فبيبقى التطور فيه سريع ايه هل هو تام وهل يعلاج ولا لأ لا احنا هقول له حضرتك احنا عندنا تعريف ان الناس بتسمحها كلمة فقدان الرؤية في الطب عندنا في طب العيون اسمه عدم ابصار الضوء لا المرض ده لا يؤدي الى هذا يعني مش بيؤدي في اقوى الصور بتاعته الى فقدان الضوء رؤيته الضوء يعني مفيش تعتيم ده خالص لكن هو لكن هو بيؤدي الى فقدان الرؤية المفيدة في الحياة يعني انك انسان يقدر يتعايش لا هو هو بيؤدي في الصورة الشديدة بتاعته يؤدي الى هذا يعني ما يشوفش الكاميرا ما يشوفش العربية ما يشوفش شخص مميزى الصوت لا 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 ما يشوفش حواليه خالص ما يشوفش حواليه الحاجات الي احنا عايزين نبقي بس عليها الضوء عشان نطمن برضو الرسالة ان مش ده الطبيعي بتاع مرض العشاء الليلي او التهاب الشبكي التلوني مش اللي احنا شفينه في الاسرة المكلومة دي مش ده الطبيعي اه عشان الناس في مصر يعني ما تخسش الندمة وضوح عشان يوصل للدرجة دي فدي حاجات جينية خاصة جدا او نادرة جدا نادر جدا نادر جدا طب هل في امارات في اشارات معينة الاهل ينتبه ليها او الشخص ينتبه ليها عشان يشخص بدري ولو تم التشخيص بدري سؤال هايل بقى من حضرتك العفو ولو تم التشخيص بدري هل ممكن تلافي المضعفات تمام اول حاجة بننبه ليها الاب والام انه بيهب وعارفين ان فيه استعداد وراسي يعني بيبقى فيه حد في العيلة قبل كده عنده عاشا ليلي اه اول حاجة هيلحظه في الطفل بتاعه ده انه هو بيفقد الرؤية ليلا والاهم من كده انه بيفقد جزء من مجال الابصار بتاعه يعني ايه يعني يلاحظ ان ابنه في البيت بيخبط في العفش يعني هو بيتحرك في البيت بيخبط في اساس البيت هو شايف كويس بس يفاجأ بان ابنه وهو ماشي بيخبط في مثلا في عموت في البيت او بيخبط في كرسي في البيت صح هي حاجة مش طبيعية مع انه شايف كويس يعني هو بتفرج على تليفزيون شايف الرؤية المركزية بتاعته كويسة لكن الرؤية الطرفية بتاعته هي اللي بتفقد في الاول فياخد باله لو لاحظ حاجة زي كده وان الطفل بيقوله انا لما بنزل بالليل مثلا ألعب في الشارع أو حاجة انا ببقاش شايف الناس ياخد باله كويس ان دي بداية ظهور الاعراض اللي لازم يروح ساعتها مباشرة يكشف عند الطبيب ويفحص قاع العين بتاعه اولا فحص قاع العين ممكن يثبت الحالة والاهم من كده ان احنا عندنا فحصات اسمها رسم الشبكية الكهربي وهو ده اللي بيشخص الحالة مبكرا عشان نقدر نعرف ان ده موجود الحاجة اللي بتيجي بعد كده متقدمة احنا لازم نعمل حاجة اسمها فحص جيني عشان نعرف ان المرض الموجود ده بينتقل عن طريق اني نوع من اللي انا قلته قبل جدا بزبت لتلات انواع لان ده بيحدد السيفيريتي او شدة المرض اللي هيبقى موجود الصلاة السؤال اللي حضرتك سألته بقى والمهم جدا هل في علاج للمرض وانا بكلم حضرتك حاليا لا مفيش الا حاجات يدوب علشان تحافظ او تطول فترة المرض وتطول الاحتفاظ بالنظر اطول فترة ممكنة وهو فيتامين الف لكن في حاجات النهاردة مستقبلا بدأت تجرح حاليا ابحاس على العلاج اسمه العلاج الجيني اللي بيغير من الجين نفسه المسبب للمرض في حاجات بدأت تظهر ابحاس عن الخلال تزهير يرى بعيد جين نفسه بقى مش على العين نفسها لا 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 ده احنا بنحقن حاجات او بدأت الابحاس تعمل على الحقن مواد معينة بدراسات عالية جدا وتكلفة عالية جدا جدا علشان تغير من طبيعة الجين ده وتشيل منه الجزء اللي بيسبب المرض ده هو ده اللي موجود حاليا بس برضو ما بنقولش انه موجود يعني ينفع يتعالج بي دلوقتي لكن هو المستقبل جاي وبدأت الابحاس والدراسات تتعمل على النوعين دول على العلاج الجيني وعلى العلاج بالخلال الجزعية ونأمل ان شاء الله ان فيه احلام كتيرة كنا بنحلم بها زمان ما كانش حد يتوقحها حصلت مين كان يتوقع ان فيه عملية ممكن تتعمل لوحد يقلع النظار او نعمل عملية الماء البيضة بدون غرز اصلا كل الحاجات دي بقت موجودة كانت احلام من كم سنة ونهاردة موجودة نتمنى دكتور محمد والله ان شاء الله ان الحاجات دي تتحقق قريب اه طبعا نتمنى لان يعني شيء الحقيقة ونموذج الحقيقة صعبة جدا في معاناة أسر يعني انها تعيش الكبوز ده شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح الدين اصلاح طب العيون رئيس هيئة المستشفيات والمعادة التعلمية السابق شكرا جزيلا لحضرتك